حيث صرح القيادي في ميليشيات الحج الشعبي أبو مهدي المهندس أنه لا توجد خسائر كبيرة جراء الفيضانات والسيول التي ضربت مدن العراق ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا أن هذا التصريح يأتي للتبرير حول قيام ميليشي الحج بجمع تبرعات ومساعدات للمدن الإيرانية دون الالتفاث إلى المدن العراقية التي غمرتها السيول والفيضانات دعونا نشاهد تصريح أبو مهدي المهندس ونشاهد كذلك صور لاجتماعه مع القيادات الإيرانية ومنهم قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عندما سافر أبو مهدي المهندس قبل أيام إلى إيران بصحبة المساعدات لحد الآن بالعراق ما صارتها نبدأ خسار مهمة بس يفترض أن نبدأ الجود كبير جميعاً في حماية الناس حماية بيوتها وممتلكاتها ومزاراتها وتعويض من يتعرض إلى هذه الحسارة حكومة الظاهر مهتمة واليوم أقول إجناء كانت معقودة وأحنا جزء من هذا الجهد الوطني الحجد الشعبي يقوم بي وعندنا إلكانيات معقولة وشبابنا تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر غرق منازل المواطنين في محافظة ميسان بعد تعرضها للسيول والفيضانات وغرق مساحات زراعية كبيرة في الوقت الذي يتحدث فيه أبو مهدي المهندس عن أن الأضرار بسيطة دعونا مشاهد تصويرها عبر كاميرا طائرة صورت هذه المساحات الشاسعة الزراعية في محافظة ميسان تظهر غرق هذه المساحات الشاسعة والكبيرة مساحات زراعية تدمرت بسبب السيول والفيضانات أغلبها القادمة من إيران بعد تفجير السلطات الإيرانية للسدود الترابية ما بينها وبين الحدود العراقية